الهلوب يبحث مع مستشار رئيس البرلمان واقع المشاريع والاستقرار والنزوح والتعوضات ويؤكد تتشين عهد جديد من شراكة القرار نفي انتشار الكوليرا في صلاح الدين ودعوة المواطنين لرقابة الأغذية السريعة والخضروات واخماد حريق كبير في جاردن سيتي وسط تكريتا سياسيون ومراقبون يصفون دعوة لحل البرلمان بالترف السياسي وجلسة الخميسة تسجل أسرع عملية انسحاب لأعلى الخاسرين من خيار الصدري والحكومة الجديدة بعد عيد الأطحى والتمديد الكاظم من بين خيارات التهدئة والسيادة والفارتي يعيدون ضبط إيقاع الشراكة الحقيقية ومن عنوين نشأ إلى تفاصيلها والبداية من تكريت حيث استقبل محافظ صلاح الدين وكالة نسمعي لخدير الهلوب الدكتور تورهان المفتي مسشار رئيس مجلس النواب العراقية واستعرض الهلوب والمفتي في اجتماع موسع حضره النائب الفنين المحافظ عمار حكمة ومعاون المحافظ لشؤون الخدمات وممثلي قسم التخطيط في المحافظة واقع المشاريع الخدمية في قطعات الخدمات العامة والصحة والتربية والطرق والجسور والشبكة الكهربائية والماء وصرف الصحي إضافة لمناقشة ملفات إعادة النازحين وتعود المتضررين والمشاريع المتلكئة والتي قيد الإنجازة وخلص الاجتماع إلى تحديد النقاط المفصلية للخروج بنتائج إيجابية فاعلة وإيجاد الحلول القانونية والمالية للمشاكل الخاصة بالمشاريع المتوقفة وحجم التخصيص المالي المقدم من قبل الحكومة المركزية والتوصية بتقديم التقارير الخاصة بالمحاور التي تم مناقشتها لدراستها وتقديمها إلى رئاسة البرلمان اليوم نحن في صلاح الدين وقبل أيضا كنا في نيني وفي كركوك بتوجيه من سيد رئيس متس النواب بضرورة التدقيق ودفع عجلة الإعمار ورؤية ما موجود من تعثرات في المحافظات بالصورة عامة والمحافظات المحررة والتي عانت من الإرهاب بالصورة خاصة فحضورنا اليوم هنا في محافظة صلاح الدين الكريمة هو لرؤية حجم المشاريع الموجودة وإيجاد حل إذا كانت هناك تعثرات أو أسباب لبعض المشاريع ورفع بذلك دراسة كاملة إلى سيد رئيس متس النواب لتدخل هذه الدراسة حيث التنفيذ إن شاء الله اليوم تم اجتماع بمبنى المحافظة وبحضور سيد المحافظ وكذلك سيد النائب وجود الضيف الدكتور تورهان المفتي مستشار سيد رئيس مجلس النواب العراقي لقراض الوقوف إلى مشاكل المحافظة في عدة جوانب أكثر المحاولة التي طرحت لحل هذه المشاكل هي مشاكل المشاريع المتلكية والمتوقفة مولا من قبل الوزارة وكذلك المشاريع المتوقفة التي تمولها المحافظة توقف بسبب التمويل وكذلك تم طرح أفكار هذه الأفكار والمخترحات سوف تصل إلى سيد رئيس مجلس النواب ومن المؤمل أن يكون لها حل قانوني وإداري وكذلك تم من ضمن الملفات المهمة وملفة تعويضات اللي يعانون منه أكثر أهالي صلاح الدين اللي مناطقهم الضررت ودورهم وامتلكاتهم وشخصية الضررت جراء الأحداث الأمنية لعام 2014 هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات سوف تسهم بصورة كبيرة لحل المشاكل الموجودة في المحافظة وهي في عدة ملفات قد تكون فنية وإدارية وقانونية وغير ذلك شخصت دائرة صحة محافظة صلاح الدين خمس حالات اشتباه بمرض الكوليرا فيما أكدت استعدادها للتعامل مع أي حالة تسجل بهذا المرض ودعت المواطنين إلى التحقق جيدا من المأكلات السريعة والخضروات وإجراءات نظافة لمنع انتقال المرض وقال مدير عام الدائرة الدكتور رائد الجبوري إنه تم تسجيل خمس حالات اشتباه بمرض الكوليرا لكن بعد إجراء التحليلات المختبرية تبين أن جميعها سالبة وأكد أن الملاكات الطبية والصحية مستعدة لأي طرق حيث تم تهيئة صالات خاصة لمرض الكوليرا مع تأمين اللقاحات المطلوبة مع تجديد دعوة المواطنين للتقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في الأماكن العامة بشكل خاص وعلى قاعدة الشراكة في الأمن والخدمات تطلع قائد شرطة محافظة صلاح الدين والمشاءات اللواء الحقوقي قندي الخليل محمد على الأداء الإداري والأمني لفوج الطوارئ الثالث ومدى الاستعدادات الجارية للتفتيش الإداري والمهني الذي ستقوم به لجنة من وزارة الداخلية واستمع خليل لإيجاز من قبل أمر الفوج والتأكيد على تهيئة كافة متطلبات التفتيش من ناحية السجلات المطلوبة والأسلحة والعجلات وتفعيل العمل الاستخباري من خلال التعاون مع المختارين في المنطقة واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والانتباه من أجل الحفاظ على الأمن الذي تحقق بجهود القوات الماسكة للأرض وضمن الاستعدادات الأمنية أعلنت هيئة الحج الشعبي عن الإطاحة بإرهابي جنوب صلاح الدين وذكر الحج في بيان أن قوة من اللواء الخامس وثلاثين وبالتعاون مع مديرية أمن الحج نفذت عملية استباقية تمكنت من اعتقال متهم بعد مداهمة لمنزله ليلا وأضاف البيان أن عملية الاعتقال لفذت وفق معلومات استخبارية بعد البحث والتحري وتعاون المواطنين أعلنت مديرية الدفاع المدني إخماد حادث حريق اندلع بمطعم ومصبح وحدائق جاردين سيتي في حي الزهور وسط تكريت وأكدت نجاح مفارز من مراكز تكريت والقادسية ورتل الطوارئ من إخماد حادث حريق واسع الانتشار في المكان الذي يرتاده الكثير من الأسر والواقع في حي الزهور بقضاء تكريت وسيطرت على النيران ومرعت توسعها وانتشارها من عدة محاور وأكدت الدفاع المدني عدم وقوع أي أضرار بشرية مبينة أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية وحول الحلول المطروحة لحل أزمة السكن المتفاقمة بعموم محافظات العراق ومنها صلاح الدين بينا مدير بلدية قضاء تكريت أنت فلاح الفراس أن محافظة صلاح الدين إسماعيل الهلوب شكل لجنة بإشرافه لمتابعة الإجراءات اللازمة لمنحة داري التي انبثقت بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن الاجتماعات جارية لتحديد مكان قطع الأراضي للمشروع وأكد الفراس أن داري سيحل أزمة السكن بشكل كبير داخل المحافظة بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء فيما يخص منحة داري الخاصة بإيجاد الحلول لمشكلة السكن في أموم العراق مديرية بلدية تكريت ومتمثلة بمديرها عضوة في لجنة عليا تم تشكيلها في محافظة صلاح الدين متابعة وبإشراف من السيد محافظة صلاح الدين المحترم الشيخ اسماعيل هلوب لدينا لقاءات واجتماعات وإجراءات حول الإكمال تهيئة المناطق المحددة لشمول المواطنين بهذه المبادرة طبعا لا يسعني حاليا أن أذكر جميع تفاصيل العمل ولكن أطبع المواطن الكريم بأنه متواصلين طبعا في الحضور بأعمال هذه اللجنة بشكل أسبوعي وهناك نتائج مهمة وهناك إجراءات إن شاء الله سريعة السيد المحافظ أيضا أبدأ استعداده للحسم فيما يخص الموافقات من الحكومة المركزية أو من وزارة الأعمار والإسكان والبلديات اللجنة هي مشكلة برئاسة السيد المدير القسم القانوني في محافظة صلاح الدين تم استحداث وحدة خاصة لاستقبال المواطنين وتثبيت طلباتهم بشكل رسمي وعصولي ضمن الرسائل التي تصل عن طريق الجهاز الموبايل وأيضا مع جلب المستمسكات الخاصة بالمشمول لا توجد لدينا حاليا إحصائية نهائية أنا كلفت المعنين على هذا الموضوع بإكمال إحصائية للأرقام في تزايد حقيقة وجبات يومية تصلنا طمعا مواطننا الكريم بأنه جميع الدوائر المعنية بهذا الموضوع تعمل لحسم هذا الملف من مديرية بلدية تكريت مديرية بلدية صلاح الدين مديرية الزراعة مديرية عقارة الدولة مديرية التسجيل العقاري مديرية التخطيط العمراني كل هذه المؤسسات متمثلة بمدرائها وبمتابعة مباشرة من سيد محافظة صلاح الدين تعمل على حل هذا الاحتياج وإتمام هذه المبادرة اللي يستفاد منها المواطن ولنجد حلول إن شاء الله تكون ناجحة وواقعية لأزمة السكن في محافظة صلاح الدين ونتكلم عن مدينة تكريت إن شاء الله وضمن الاهتمامات بالمشاريع الخدمية وتأهيلها وانشاء أخرى جديدة تعتمد الأولوية بين الأقضية والنواحي من ناحية الكثافة السكانية والحاجة الملحة أكد مدير ماء صلاح الدين المهندس علي فاضل أن المشاكل في أزمة المياه منها ومشتركة بين المحافظات كان خفاض مناسب المياه في نهري دجلة والفرات مشيرا إلى قرب انطلاق 30 مشروعا للمحافظة من ضمنها مشروع ماء ناحية مكحول الذي سيغذي ناحية بالكامل مبينا استحصال مبالغ مالية للمشروع من منظمة اليو ان دي بي ودعا فاضل المواطنين للترشيد في صرف المياه مطالبا الوحدات الإدارية التعاون مع دائرة ماء المحافظة لرفع تجاوزات بأقرب وقت كخطوة لتدفق المياه للأحياء بانتظام حقيقة مدية الماء صلاح الدين على مستوى المشاريع تعمل بصورة كاملة بطاقة المشاريع لكن هناك معوائق تصيب المديرية على مستوى العراق منها انحصار نهر نجلة والفرات أيضا انخفاض مستوى الماء بعض المحافظات خاصة جنوب العراق بلدت بتقنين صرف الماء بعض المحافظات تضخ الماء باليوم ساعتين تقريبا حاليا كمحافظة الحمد لله مستوى النهر يعني جيد جدا لا بأس به لكن اطلب من المواطنين انه التقنين بصرف الماء والحفاظ على هذه النعمة لانه يعني شيء صعب انه تعويضه إلى فعالة فقدانة كما اطلب من الوحدات المسؤولية ووحدات الإدارية المساعدة مساعدة مدية في ماء صلاح الدين لغرض رفع التجاوزات وبالتالي ايصال الماء إلى المناطق البعيدة العدم بصول الماء إليها على مستوى المشاريع الجديدة محافظة صلاح الدين هناك مشاريع من المفتوض أن تحال من قبل المحافظة تقريبا 30 مشروع حاليا تم إعلان قسم من هذه المشاريع وفي طور إحالتها لغرض تنفيذها من ضمنها طبعا مشروع مكعول اللي مفروض يحال السنة المضد لكن لسه هناك التأخير بالإحالة إجراءات بالمحافظة من المؤمن إحالته في الوقت القريب العاجل لغرض المباشرة بالعمل المشروع سيغذي طبعا كل منطقة مكحول يحلل الأزمة تقريبا 100% إن شاء الله في حالة تشغيل المشروع إضافة لذلك تم استحصان مبالغ إضافية من قبل منظمة الـ UNDP لغرض توسعة داخل مكحول إن شاء الله أيضا سيحال هذا مشروع خلال شهر القادم إن شاء الله للأسف المشاريع القانون الاستثمار العراقي للأسف يعني يلزم الدوائر الخدمية بإيصال الماء والكهرباء وحتى البجاري أنه يكون عاتق على الدوائر الخدمية بالتالي يسبب لي شحة كبيرة فيه على مستوى الماء في عموم المحافظة والأقلية لذلك أطالب أنا يعني أنه يتم تعديل على هذا القانون بحيث المستثمر هو الذي ينشئ المشاريع الماء أو المشاريع المجاري أو الكهرباء يستبعد سياسيون ومراقبون لحوارات الكتل السياسية وجود اتفاق على حل البرلماني في ظوء القارطة السياسية الجديدة التي أفرزها انسحاب الكتلة الصدرية من المشهد السياسي موضحين أن الأغربية البرلمانية الجديدة ليست من الداعمين لفكرة حل البرلمان لغياب مصويغات هذا التوجه بالوقت الحاضر ويقولون أن عدم تشكيل الحكومة الجديدة وغياب قانون انتخابي ومفوضية انتخابات مبررا كافيا لرفض حل البرلمان ناهيك عن عدم الاستعداد الشعبي لمغامرة انتخابية جديدة مع صعوبة الوصول إلى تشكيلة وزارية بعد ثمانية أشهر على انتخابات التشرين الماضي وفي هذا الإطار قال النائب محمد الصيهود أن فكرة حال البرلمان غير مطروحة والقوى الكردية وتحالف تقدم اتجهوا لعقد شماعات مكثفة مع الإطار التنسيقي والجميع سيمضي بتشكيل الحكومة بعيدا عن الإقصاء وتهميش ولأن الحلول تأتي من العواطف وتصريحات فقط فقد حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية بناء على طلب عددا من أعضاء المجلس فيما يطرح برلمانيون أكثر من سيناريو لهذه الجلسة من بينها مناقشة العمليات التركية وأيضا أداء القسم للنواب البدلاء وحسب السيناريوهات المطروحة فأن جلسة الخميس ستسجل حصول قوى الإطار التنسيقي على 51 مقعدا برلمانيا جديدا من أصل 73 من النواب السابقين في الكتلة الصدرية فيما يذهب المتبقي للمستقلين وتحالف تقدم ومن مفارقات الجلسة المقبلة حسب المتابعين والمحللين تسجيل أسرع استقال الـ 12 نائبا كونهم أعلى الخاسرين من التيار ليكون مكانهم ثاني أعلى الخاسرين من مختلف الكتل ما قد يؤشر تحولا في تفاهمات إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة وعلى خطة تشكيل الحكومة أشار مصدر سياسي إلى أن توليفة الوزارة الجديدة لن تكتمل ألا بعد صعود النواب المدلاء لتعويض المستقلين من التيار الصدري مبينان أن اجتماعات الإطار مستمرة بشكل مكثف بهدف إيجاد الآلية المناسبة لاستكمال هذه الإجراءات قبل انتهاء العطلة التشريعية في العاشر من تموز المقبل وأضاف أن الإطار التنسيقي سيبدأ حراكا مع جميع القوى بعد الانتهاء من أداء النواب الجدد اليمين بعقد اجتماع يضم الإطار وحلفائه مع قيادات وزعماء تحارف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني للوصول إلى تفاهمات تفضي لتشكيل حكومة جديدة ومن الواضح أن التنسيقي يستغل حاليا غياب الصدر لجمع أوسع قاعدة شراكة جديدة مع المستقلين والسيادة والبارتي لاستكمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية الكتلة البرلمانية الأكبر لرئيس الوزراء الجديد ولأن تسمية رئيس الحكومة حلقة مهمة فأن قيادات في الإطار التنسيقي تلفي ما يتم تداوله من أسماء مثل ما لا تستبعد فكرة حرق البعض منها بتأويلات الرضا والقبول فيما يعتقد محللون بوجوب إبقاء الشارع العلاقي بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية بوقف كل الخطابات التسقيطية والتحريضية ضد شركاء الوطن مشيرنا إلى أهمية دور المشاركين في تحرف انقاذ وطن لفك الانسداد السياسي بعيدا عن المصالح الفرعية ويضيف الكاتب والمحلل السياسي جواد العطار إلى هذه الرؤية رسالة إلى أنشطاء وتشرينيين مفادها أن الوضع لا يحتمل ولا يشبه ما سبق تشرين أول عام 2019 فالشارع محتق ويغلي والمواطن ينوء تحت ثقل أزمات ما بعد كورونا بجوانبها الاقتصادية والصحية والخدمية ما يرسم مشهدا مغيرا والشارع لا يحتمل مزيدا من التشنج والتصعيد وفي المقابل يتفق أصحاب الرأي على ضرورة عدم المبالغة في استفزاز التيار صدري بالذهاب نحو اتفاق ملزم باختيار الرئيس للحكومة المقبلة يكون موضع قبولا من التيار في إشارة إلى خيار تمديد ولاية مصطفى الكاظم لحين اتضاح صورة المشهد الأخير بالموازنة بين الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي العام وشكل التوافق الإقليمي في العراق وبعيدا عن فكرة التوافق الإقليمي أو طلب زعيم تيار صدري مهلة إضافية من الشركاء في إنقاذ وطن قبل الذهاب مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة فإن المؤشرات تذهب باتجاه الحلول البديلة التي في مقدمتها اتفاق البارتي والسيادة مع الإطار على توازن وطني يضمن حقوق الشراكة بأولويات التحارف الثلاثية ويستبعد عضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكردستاني بن جين ريكاني فكرة لجوء البارتي والسيادة لتعطيل التصويت على النواب البدلاء ولكن بعد التفاوض على تشكيل الحكومة القادمة مضيفا أن اليد ستبقى ممدودة للكتلة الأكبر للخروج بالعراق من أزمة الانسداد السياسية في المقابل قال النائب عن تحالف السيادة رعد الدهلكي أن ماراثون تشكيل الحكومة ليس سهلا ويجب أن تكون هناك تنازلات من الجميع مؤكدا عزم السيادة على وجوب حكومة ومعارضة في المرحلة المقبلة لبناء دولة المؤسسات والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وإعمار المحافظات وفي تحديات الصحة فإن مؤشرات الدخول في موجة وباء جديدة من كورونا ليست مطروحة بالوقت الحاضر على أولويات وزارة الصحة العراقية وبما لا يؤثر أيضا على موعد الامتحانات النهائية للصف السادس الأعدادي في العشرين من تموز المقبل وتشير معلومات الصحة العراقية إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا بمعادل الإصابات لكنها لا ترتقي إلى مستوى موجة وبائية لعدم تسجيل متحور جديدة إنما هي فقط زيادة بعدد المصابين حسب ما يقوله مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي العبيدي ضاعف حجم التطمينات بتأكيده أنه مع تلقي اللقاح لن تكون هناك خطورة أو قلق على أي مواطن تلقى اللقاح مضيفا أن ارتفاع الإصابات سببه التهون مع تلقي جرع لقاحات كورونا من قبل شرائح عديدة وكذلك ضعف تطبيق إجراءات الوقاية الفردية والمجتمعية في التصدي للوباء ونبقى في مخاطر الصحة العامة إذ قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة إن انتشار الإجار بالبشر يشكل تهديدا خطيرا على المجتمع والكثير من جنسيات إفريقية وعربية تعرضوا للإجار في العراق بينما لم يثبت لحد الآن تورط الملاكات الطبية بعملية بيع الأعضاء البشرية وعن المخدرات وانتشارها بين المحنة خلو المدارس من المخدرات بعد أن كان هناك وجود لها في بعض المدارس والجامعات مؤكدا القبض على 13 ألف شخص بين مدمن وتاجر ومروج العام الماضي بينما يقترب الرقم منذ بداية العام الحالي من 5000 شخص وفيما يتعلق بأساليب التهريب ذكر الناطق باسم الداخلية العراقية إنه من خلال مراقبة موضوع الطائرات المستخدمة في نقل المخدرات تبين أن بعضها كانت تراقب الطرق وأخرى تنقل المخدرات من داخل العراق إلى الخارج وبالعكس أعلنت وزارة الرأي والموارد المائية في مصر استعدادها لإرسال وفد إلى العراق لإنشاء محطة مياه ضخمة على نهر الفرات تشبه محطة مياه بحر البقر في مصر وقال وزير الرأي المصري محمد عبد العاطي إنه وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه سابقا مع المهندس أمهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي فقد قام وفد استشاري متخصص بمعالجة المياه بزيارة لدولة العراق لدراسة المقترحات الخاصة بمعالجة وإعادة استخدام المياه وفق وسائل إعلامة مصرية عرضت وزارة الرأي المصرية التقرير الخاص بدراسة إنشاء محطة معالجة لدولة العراق شبهة لمحطة معالجة مصر في بحر البقر لتنقية وتحلية المياه بنهر الفرات لمجابهة نقص المياه في محافظات الناصرية والديوانية والبصرة أعلنت وزارة الموارد المائية أن القطاع الزراعي استهلك نحو 85 من مياه دجلة والفرات فيما أشارت إلى أن سوريا أطلقت كميات كبيرة من حصتها إلى العراق وقال مدير عامل المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بالوزارة حاتم حميد أن الحلول لمواجهة الأزمة المائية بمصارين الأول هو خارجي والمعني بالتبحث مع دول الجوار لتوافق على حصة العراق المائية والمصار الآخر داخلي وهو إلزام كافة الوزارات القطاعية المستخدمة للمياه وخاصة الزراعة ترشيد استهلاكات لغرض زراعة مساحات أكبر وزيادة الإنتاجية مع استخدام التقنيات الحديثة في عمليات سقي المزرعات وعن الإرادات المائية التي تصل للعراق ذكر حميد أن الإرادات المائية التي تردنا في دجلة والفرات لغاية مطلع الشهر الحالي هي 35% من المعدل العام فيما دعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في وقت سابق إلى العمل واتخاذ الإجراءات لدعم العراق في إدارة موارد المياه والتكيف مع التغييرات المناخية وذلك في اليوم العالمي لمكافحة الجفاف وتصحر تتابعونا في نشرتنا أيضا مسرور بارزاني يلتقي مع وسائل الأعلام الكردستانية ويبحث مع صفير الألماني الأوضاع العامة والمستجدات الأخيرة في العراق وضمن برنامج الإصلاح تغيير 29 منصبا رفيعا في وزارة البشمرقة والصحة الاتحادية تشيد بإجراء سليمانية لمواجهة حالة الإسهال والتقيئ وحصائية جديدة للإصابات ومواجهة بين البحرية الأمريكية وسفن الحرس الثوري الإيراني قبالة مضيق هرموز وبعد خسارة الأغلبية البرلمانية ماغون يرفض استقالة رئيسة الحكومة واكتشاف متحجرات أشجار في غابة تعود إلى 290 مليون سنة في البرازيل وكوريا الجنوبية تعلن إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم التقى رئيس حكومة يقليم كردستان مصرور بارداني مع مديري عدد كبير من وسائل الإعلام الكردستانية وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى طرح نقاش صريح مع وسائل الإعلام ودعا وسائل الإعلام إلى مساندة الحكومة ودعمها لإنجاح مسيرة الإصلاح وبكافحة الفساد كما أكد أن الإعلام مهمة مقدسة وعليه أن يؤديها بمسؤولية وجدد بارداني التأكيد على أن حكومة إقليم كردستان تدعم حرية الإعلام والتعبير والنقد البناء من أجل الإصلاح والتطوير والارتقاء بالوضع في كردستان مضيفا نحن نعيش في منطقة تعاني من أزمات جمع وقد واجهنا الكثير من الأزمات في سنوات الماضية مثل كورونا والأزمتين الصحية والمالية وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف عجلة التقدم وسنستمر في ذلك إذ أنجزنا العديد من الإصلاحات في مجالات شتى وعن العلاقة مع الحكومة الاتحادية جدد تأكده على أن الإقليم مستعد دائما لحل المشاكل مع بغداد بموجب الدستور وأكد في الوقت نفسه أن كردستان أدام عليه من واجبات ويدعو إلى عدم انتهاك حقوقه الدستورية استقبل رئيس حكومة قيم كردستان مسرور بارزاني أسافير الألماني لدى العراق مارتين ييجر وبحث سبول توطيد العلاقات بين كردستان وألمانيا خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمار إلى جانب مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات الأخيرة في العراق وأتم تأكده على أهمية مواصلة دعم البشمرقة في الحرب على الإرهاب كذلك تناول اللقاء جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك بعد تغيير منصب كل من رئيس الأركان والأمين العام لوزارة البشمرقة وقع وزير البشمرقة شرش إسماعيل على تبديل 29 منصبا رفيعا آخر في الوزارة وأتي قرار إسماعيل كخطوة أخرى للتغييرات داخل وزارة البشمرقة والتقدم أكثر في عملية الأصلحة وبعد قرار التقاعد وتنفيذه تم فتح المجال القانوني والإداري لإعادة الدماء وشخصيات جريدة إلى الوزارة وتبادل المناصب كان من نتائج الاقتصاص في المجالات كأحد أصعب المهام في برنامج الأصلاح وبرنامج الوزارة التي يتم تنفيذها في إطار الكابينة التاسعة أشادت رئيسة وفد وزارة الصحة الاتحادية بإجراءات صحة سليمانية لمواجهة حالة الإسهال والتقيع دعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية وقالت الدكتورة سنان غازي مهدي للصحفين أن صحة السليمانية تخذت إجراءات جيدة بدعم من الجهات المعنية بضمنها إجراءات كبيرة في مستشفيات السليمانية لحالة الإسهال الشديدة بتواجد بلاكات صحية مدربة لاستقبال الحالات في المستشفيات دعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية التي تصدر عن مديرية الصحة بالمحافظة وأعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن أحصائية الإصابات بمرض الإسهال والتقيئ فيما أكد أطباء ضرورة السيطرة على مصادر المياه والمأكلات وقال الدكتور صباح رامي المدير العام لصحة محافظة السليمانية إنه من خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبلت مستشفيات مركز المحافظة 635 مصابا بالإسهال والتقيئ وضف أن الفرق الصحية في المستشفيات قدمت جميع أنواع العلاج النازم للمصابين وأغلب الحالات تمثلت إلى الشفاء وغادرت الردهات أبرمت شركة ديال العام أحد شركات وزارة الصناع والمعادن عددا من عقود التجهيز مع شركات وزارة الكهرباء في إطار سعيها المتواصل لدعم قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد وقال مدير عام الشركة في تصريح صحفي أن الشركة وقعت عقدا مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط لتجهيزها بخمسة محاولات قدرة 31.5 ميجا فولت وعقدين مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط أحدها يقضي بتجهيزها بمائة محاولة توزيع سعة 400 كي في وثلاثين محاولة توزيع سعة 250 كي في وعقد آخر لتجهيزها بألف وستمائة مقياس كهربائي ميكانيكي ضو طور واحد سعة عشرين إلى ثمانين أمبيرا مشيرا إلى أن شركة ديال العامة مستمرة في الإنتاج لرفض قطاعات دولة المختلفة ولتلبية حاجة وزارة الكهرباء بشكل خاص بمتجاتها الوطنية عالية الجودة أكدت البحرية الأمريكية وقوع قواتها في مواجهة متوترة مع الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرموز الاستراتيجي وقال الأسطول الخامسة التابعة للبحرية في الشرق الأوسط أن ثلاثة سفنين تابعة للحرس قامت بمواجهة غير آمنة وغير مهنية خلال عبور حاملة الطائرات يو اس اس سيروكو ويو اس ان اس مقاطعة تشو كتاو عبر المضيق الضيق للخريج وقالت البحرية الأمريكية أن قاربا من بين ثلاث قوارب سريعة للحرس الثوري واجه سيروكو قبيل تغيير مساره وأضافت أن السفنة قامت بإطلاق شعلة تحذير أثناء المواجهة أيضا أظهر مقطع فيديو قصير نشرته البحرية المواجهة ولم تعترف إيران على الفور بالحادث الذي وقع في المضيق والذي يمر عبره خمس إجمالي تجارة النفط ويتزامن ذلك مع الوقت الذي لا تزال في توترات على أوجهها في المنطقة حيث لا يزال الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية يراوح مكانه مع تعطر المفاوضات بشان الاتفاق قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن استقالتها إلى الرئيس إمانويل مقون وذلك في عقاب خسارة تحالف الرئيس للأغلبية المطلقة في البرلمان ولكن مقون رفض استقالتها بحسب ما أفاد قصر الإليزاي وسيجري مقون المشاورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناء الممكنة لخدمة الفرنسيين حسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية قبل سلسلة اجتماعات مع قادة الحزب يومين ثلاثاء والأربعاء في الإليزاي وتأتي استقالة إليزابيث بعد يومين من خسارة حزب الرئيس مقون الأغلبية في البرلمان الفرنسي في نتائج وصفتها بأنها خطر على فرنسا وأظهرت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد نيل تحالف معا بزعامة مغون 245 من المقاعد 577 في الجمعية الوطنية مقابل 131 للإتلاف اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون و89 لحزب التجمع الوطنية اليمينية المتطرف فيما حصل حزب الجمهوريين من يمين الوسط وحلفائه على 61 مقعدا علما أن الأغلبية تبلغ 289 مقعدا وتشكل هذه النتيجة تراجعا عن النصر السحق في انتخابات عام 2017 عثر علماء على متحجرات أشجار في غابة بولاة بارانا في جنوب البرازيل يعود تاريخها إلى 290 مليون سنة حيث وصفوا هذا الاكتشاف بأنه نافذة على الماضي لدراسة تطور النباتات وشرحت علمة طبقات الأرض في جامعة بارانا تامي موتين أن اكتشاف هذه الغابة المتحجرة المكونة من 164 شجرة ليكو في تيكس من دون ثمار ولا أزهار ولا بذور من صنف منقرد هو الأهم في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية من حيث كمية الحفظ ونوعيته وعضافت موتين أن هذه النباتات التي يقدر عمرها ب290 مليون سنة وتمثل أشكال حياة بداية جدا في تاريخ الأرض وأوضحت أن هذه الغابة التي نمت بالقرب من الموقع الحالي لمدينة أوريتيغيرا تظهر كيفية انتشار نباتات الأولى وتوزيعها في المكان وطبيعة تفاعلاتها مع أشكال أخرى من الحياة مبينة أن العام الذي أتاح حفظ الغابة على هذا النحو الاستثنائي يتمثل في كون الأشجار دفنت عندما كانت لا تزال على قيد الحياة ثم غطتها الرواسب تدريجيا حيث بقيت الغابة على حالها تقريبا بعدما غمرها نهر متجمد أطلقت كوريا الجنوبية أول صاروخ فضائي محلي الصناع وفق ما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون في ثاني محاولة تقوم بها سيول في هذا المجال بعدما فشلت الأولى وانطلق صاروخ الكوري لإطلاق الأقمار الصناعية أثنين الذي يبلغ وزنه في محركاته العاملة بالوقود السائل مئتي طن ويسمى بشكل غير رسمي نوري من موقع جوهونغ وتأتي هذه التجربة الثانية بعد ثمانية أشهر على فشل تجربة أولى لم ينجح خلالها الصاروخ في وضع حبولته في المدار ما شكل حينها نكسة لسيول وافد التلفزيون الكورية الجنوبية أنه بعد دقائق على عملية الإطلاق بأن نوري يفصل القمر الاصطناعي الوهمي ليشير بعيد ذلك لأن عملية الإطلاق قائلا يبدو أنها نجحت وبالإضافة إلى القمر الاصطناعي الوهمي كان الصاروخ محملا بقمر اصطناعي للتحقق من أدائه وأربعة أقمار اصطناعية أخرى طورتها أربع جامعات محلية لغاية بحثية واستغرق تطوير هذا الصاروخ نحو عشر سنوات وبلغت تكلفته 1.46 مليار دولار وكوريا الجنوبية تحتل المرتبة 12 في قائمة أكبر القوى الاقتصادية في العالم وتعد وحيدة من الدول الأكثر تقدمان على صعيد التكنولوجي من خلال شركة سامسونج إلكترونيكس الرائدة والتي يعد أكبر مصنعين للهواتف الذكية والشرائح في العالم لكن سيول بقيت متأخرة على صعيد الاكتشاف الفضائي بعدما كان الاتحاد السوفيتي السابق في هذا المرجان من خلال إطلاق أول قمر اصطناعي في العام 1957 قبل أن تحضو حظوه الولايات المتحدة إلى التذكير بأبرز وأهم العنوين الهلوب يبحث مع مستشار رئيس البرلمان واقع المشاريع والاستقرار والنزوح والتعوضات ويؤكد تتشين عهد جديد من شراكة القرار نفي انتشار الكوليرا في صلاح الدين ودعوة المواطنين لرقابة الأغذية السريعة والخضروات وأخماد حريق كبير في جاردن سيتي وسط تكريتا سياسيون ومراقبون يصفون دعوة لحل البرلمان بالترف السياسي وجلسة الخميسة تسجل أسرع عملية انسحاب لأعلى الخاسرين من خيار الصدري والحكومة الجديدة بعد عيد الأطحى والتمديد الكاظم من بين خيارات التهدئة والسيادة والفارتي يعيدون ضبط إيقاع الشراكة الحقيقية شكراً لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة